السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين كرام مشاهدي قناتنا عبدواج دي اتيوب اليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لحوال الطقس ليوم الجمعة الثاني عشر من شهر جوليا على المناطق الجزائرية اذن كما تعودنا ستكون على فترتين الفترة الصباحية والمسائية لكن نشرة اليوم ستكون نفس الحالة يعني صباحا او مساء الحالة المتوقعة ليوم الجمعة الثاني عشر من شهر جوليا ستكون بحول الله تعالى الاجواء غائمة على المناطق الغربية بسحوب من النوع المنخفض والمتوسط قد تعطي بعض الزخات المطارية الضعيفة باقي المناطق الوسطى والشرقية ستكون اجواء صحوة ومشمسة وصافية طيلة اليوم باقي المناطق شمال الصحراء والوحات والمناطق الجنوبية على العموم الاجواء الصافية ومشمسة الى غاية الليل ان شاء الله درجات الحرارة متابعين كرام ليوم الجمعة الثاني عشر من شهر جوليا نتوقع ارتفاع في درجات الحرارة قد تصل الى الخمسين درجة على ولايات ادرار جنوب غرداية ايضا مناطق شرق ولاية اندوف وجنوب ولاية بشار بالاضافة الى غرب ولاية تمرست ايضا درجات حرارة عالية وعالية جدا قد تصل الى السبعة وربعين درجة الى ثمانية وربعين درجة على ولايات بسكرا وديسوف ولاية ويرقلا بالاضافة الى ارتفاع درجات الحرارة متابعين كرام على المناطق الوسطى والشرقية اينا تصل الى الخمسة وثلاثين درجة على جزائر العاصمة البليدة تيبازاب ومرداس بالاضافة الى ولاية جلفين سنسجل تقريبا ما يقارب درجة 42 درجة والمناطق الغربية على غرار ولاية غريزان الشلف وولاية معسكر بالاضافة الى عين الدفلة سنسجل درجات حرارة تقارب 37 درجة اما المناطق الشرقية مع الحدود مع دولة تونس سنسجل ما بين 36 الى 40 درجة خاصة على ولايات قسنطينة غالما وولاية سوق هراس الرياح يوم الجمعة ستكون في الموعد متابعين كرام على المناطق الصحراوية واقصى الجنوب ناحية اليزي تمرست ولاية ادرار ومناطق من ولاية غردايا بالاضافة الى جنوب ولاية ورقلا قد تؤدي الى زوابع رملية قوية خاصة خلال الظهيرة ان شاء الله الرياح ايضا ستكون في الموعد خلال الومسية على مناطق وديسوف وبعض مناطق من ولاية بسكرا بالاضافة الى الاوراس ايضا ولاية امن ابواقي بالاضافة الى عين مليلة بالاضافة الى مناطق ميلة شلغوم العيد كل هذه المناطق الى غاية الصيف وبرج براريش قد تشهد بعض الرياح ستكون ضعيفة نوعا ما بالاضافة الى احوال البحر متابعنا كرام سيكون مضطرب الى قليل الاضطراب على المناطق الشرقية والوسطى وسيكون هادئ وجميل على ولايات وهران وعينة واشنط الى غاية ولاية تلمسان بالاضافة الى شواطع ولاية مستغانم سيكون البحر هادئ وجميل والرأي الخضراء لكل السباحين بالاضافة الى ان شاء الله الصيد الوفير لكل الصيادين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته